تحيات المنصور للدواجن وما زال نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول وبقوة في منطقة الدعم بتاعته اللي عنده مستويات الجنيه و30 افش ودي مناطق انعكسية اتوقع انه ممكن تتراجع منها الاسعار وما زالت النظر سلبية لهذا السام لانه ما نهاش تص sprout هنال اسام ده عندنا اكتر من هدف كان عندينا هدف على ال جنيه وكان عندنا هدف عند الجنيه و33 ارش وله هدف فين نضحق اوه? احنا كان عندنا هدف احنا بقوا هدف ده وقلنا الهدف ده الهدف ده وقدخنا مستويات реально فيه. طيب انا مستني هيه مستني حصل اكره حقيقيه يو رباه مرة اخرى لمناطق الا مناطق البجستويات بتاعتي الثاني المفروض من سام لو سام قسر المناطق واستقر تحت منها المستويات 5 الجنيه يعني لو 9 و 20 ايرش بالزبط لكن طول كده ما زلنا بنبحث عن تصحيح والحد الان لسه تصحيح بتاعنا ما اكتملش لو لاحظنا احنا قلنا ان احنا خدنا ضلع وما زلنا بنبحث عن ضلع موازي لهذا الضلع واعتقد ارم مكان هيتراجع منه الاسعار هي منطقة الطلب اللي اتراجعت منها الاسعار اكتر من مرة فما زلت شايف ان احنا قد نعود لعد اختبار قبل المعاوضة مرة اخرى باستعداف قمام جديدة وما زلنا ننتظر ماذا سيحدث في المناطق دي اللي عنده مستويات الجنيه و 5 روش لحده مستويات الجنيه و 3 روش وبالتوفيق